أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان عن استقبال 3.890.000 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر بمطار القاهرة الدولي ودكتور خالد عبدالغفار أوضح أن الشحنة قادمة لمصر عن طريق ألية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة من جانبه أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن لقاح فايزر حاصل على موافقة لاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية وهو عبارة عن جرعتين بيفصل بينهم 21 يوم ولفت إلى أن شحنة اللقاحات تم استلامها وهتعضى للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيع على مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية موسيقى موسيقى